تتفاق مظاهرة انتشار المخدرات في العراق بشكل مفزع حتى أصبحت تشكل تهديداً صريحاً وصارخاً ينذر بانهيار مجتمعي شبه كامل في وقت وصلت فيه نسبة الشباب المتعاطين للمخدرات إلى 50% بحسب وزارة الداخلية الحالية في العراق فيما أعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن إلقاء القبض على أكثر من 17 ألف متهم بالتعاطي وتجارة المخدرات خلال 22 شهراً فقط أما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فقد أكد أن مخدر الكريستال الذي يعد الأخطر والأكثر انتشاراً في العراق أصبح يصنع داخل الأراضي العراقية بعد أن كان يهرب من إيران بينما أشار قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح إلى أن أغلب المواد المخدرة تدخل العراق عبر الحدود مع إيران أعلنها وبكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني وتقع النسبة الأكبر لمتعاطيها في المدن الفقيرة فيما يرى مراقبون أن ظاهرة المخدرات ترتبط بالميليشيات التي تمتلك الصطوة على الدولة وتتحكم بالمنافذ الحدودية لا سيما في المحافظات التي تمتلك حدوداً واسعة مع إيران مثل البصرة وميسان التي تعد من أخطر المدن العراقية في تهريب وترويج المخدرات فضلاً عن العز الحكومي الواضح في لجمي هذه الميليشيات المخدرات التي باتت تغزو محظم مدن العراق وتهدد أمن المجتمع كان العراق خالياً منها قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 ويفرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حال تعاطي المخدرات أو التجاربها أو حيازتها ترجمة نانسي قنقر